طب إذا في ألم كيف بيأثر على حياتنا إحنا الألم بيأثر على حياتنا أما إحنا بنستقبل الألم والوقت دهوت بشكل بحسب ما شئت الله بس ما حدا بحب الألم أنا ما حبيتش الألم ما هو عندي يعني أنا كنت وقعدت وقت أقوله أنا مش أدرس تحمل أنا مش أدرس تحمل يا رب أنا مش أدرس تحمل الألم المطول وبقى لا يحتمل قلت له يا تشيل الألم يتخدني عندك وده كلام يعني كلام سلبي وأنا لو كنت معدتش في الوقت دهوت كنت أقول إزاي يعني لو حد قال حاجة زي كده إزاي ده يقول الكلام دهوت وإزاي أنت تقول يا رب يا تشيله يتخدني لكن أنا عايز أقول أن الرب بيقدر أنه هو يطلع من الجافي حلاوة الرب كان بيجيلي في وقت الألم دهوت وكان بيهمس في ودني بآية الآية دهيت أنا كتبتها هنا هو لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها كان بيقولي كده بس لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها وأنا بتكلم مع كل واحد متألم النهارد كل واحدة حاسة أن هي متقلمة وفي ظروف صعبة وأن أنا مش قادر أتحمل أكتر من كده أنا ربنا يكلمني في الآية ده كنت كل مرة ربنا يكلمني يقولي أنك تنسى المشقة كمياه عبرت أقوله زي المياه ما بتعبر أنا هننسى الوقت ده معقول كانت دموعي بتنزل أنا متأكدة أن ربنا بيكلمك أنا متأكدة أن ربنا بيهمس في ودنك النهارده وأنا بشجعك أنك أنت بدل ما أنت تفكري في الألم وتفكري في الواجع طول الوقت وهو اللي يبقى مسيطر على دماغك زي ما كان مسيطر على دماغي بس جزء كده حتة كده لربنا اسمعي صوته بيكلمك في إيه يقولك إيه بيهمس في ودنك في إيه لو أنت بره يعني بره مجال المسيح يعني خارج ما لكش علاقة بالمسيح لو أنت إنسان مسلم إنسان ما لكش علاقة بالرب أنا النهارده بقولك الرب عايز يمد إيده لك عايز يمد إيده ينتشلك مش بس من مواجعك وقلمك ومن مرضك لكن من الموت الأبدي المحقق اللي ممكن تنتهي بي حياتك وزي ما هو انتشلني أنا شخصيا ودني حياة أبدية وأنا كنت في الوقت اللي أنا بحس أن أنا حياتي بتنتهي ما كنتش خايفة من الأبدية كنتش خايفة أن أنا أموت وتحط وقدمي زين عليه كفتين ويقول لي أنت هيكون فين حسناتك وسيئاتك هتروحي فين وقعد أستنى هيعمل إيه أنا كنت واثقة أن أنا أغمد هنا وهيكون معاه في المجد أنا النهاردة بدعوك وبدعوكي أنك أنت النهاردة تقول يا رب يا رب تعالى غير حياتي وادخل جوا قل تعالى أنا مصدقة أنك أنت تقدر تنشلني من الموت المحقق من الموت الأبدي دهوت وتديني حياة أعيشها معك للأبد